نبارك لكم شهراً كريماً وموسماً عظيماً شهر رمضان المبارك الذي يفتح الله تعالى فيه أبواب الجنة بعظمتها وسعتها ويفتح من أبواب طاعته وعبادته ما يسهل الطريق إليها قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وما أدراكم ما أبواب الجنة؟ إنها أبواب ثمانية ما بين طرف باب من أبوابها مسيرة أربعين سنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيا أيها المشتاقون يا أيها المؤمنون يا أيها المشتاقون إلى الجنة ونعيمها أبشروا فإنكم في شهر مبارك مفتحة فيه أبواب الجنة أمامكم ميسرة أسباب دخولها لكم حافظوا على صلواتكم في أوقاتها بفرائضها ونوافلها واحرصوا على خشوعها وخضوعها فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة في الجنة فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة وأتموا صيامكم بإحسان والتزموا فيه بالأخلاق الحسان لتدعوا من باب الريان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم لا يدخل أحد منه غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم وأكثر مصدقاتكم فبها تثقل موازينكم ويفتح لكم باب إلى جنة ربكم قال نبينا وحبيبنا ورسولنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة إن أوسط أبواب الجنة ليس عنكم ببعيد بل هو منكم جد قريب إنه بير الوالدين ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه وما لنا ألا نحافظ على هذا الباب ونحرص عليه وقد يصر الله تعالى سبيله ووعدنا عليه أجورا جزيلة ألا من كان ألا من كان منكم له والدان أحدهما أو كلاهما فليغتنم الفرصة ببرهما قبل أن يغلق أمامه بابهما ومن توفي والداه أو أحدهما فليكن ذلك الولد الصالح الذي يدعو لهما ويتصدق عنهما ويصل الرحم التي لا توصل إلا بهما ويزور أهل ودهما فكل ذلك مما يفتح له بابا إلى الجنة علمنا منبر الجامع الشيخ زايدنا الكبير في جمعتنا هذا أن المرأة التي تحرص على طاعة ربها وتصون نفسها وتكون نعمة شريكة في الحياة لزوجها تعينه على طاعة ربه وتربية أولاده يقال لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتي والزوج القائم على حق زوجته وأبنائه يقوم بمسؤولياته نحوهم حق القيام ويؤدي واجباته تجاههم بالتزام هنيئا له ولأسرته التكريم والجنان جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقوب الدار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر